الاستهزاء والسخرية والنكت ويسموه اليوم كركتيه هذه الرسومات يمثل في أهل الإسلام حتى وإن كان بعض الفرق الضالة فرق الضالة إذا أردنا نرد عليهم ما نرد عليهم بالاستهزاء بالسخرية بالرسومات المتحركة نرد بالكتاب والسنة وبما كان عليه السلف الصالح يقول الكفر إما كفر عراضة وكفر معارضة كفر عراضة ما يدخل في الدين مثل ما وقع من أبي طالب كفر معارضة سب وشتم مثل ما وقع من أبي جهل وأبو لهب وفرعون فهذا الذي يسخر واستهزئ كفر كفر معارض يكفر كفر أكبر بعض الناس يقول يا أخي كيف قلبك؟ قال قلبه مطمئن بالإيمان قال سب الرب سب النبي صلى الله عليه وسلم سب الدين ما في إشكال والرئيس قال لا ما يمكن سجن إذا غضب يسب الرب طيب إذا غضب لماذا ما يسب الرئيس؟ ولو قطع النقود مثلا ولو سب والده ما يستطيع لكن سب الرب وسب الدين هذا يقول أمر سهل عنده قل أبي الله يعني ما بقي أن تسخر وتستهزئ إلا بالله أحق الحق هؤلاء الثلاثة أبي الله وآياته الشرعية والكونية ورسوله الأنبياء والرسل عليه وسلم بعض الناس ما بقي له شيء في النكت والمزح وإرسال الرسائل إلا الأحاديث والآيات وأقوال الصحابة والسلف الصالح ويبدأ يسخر واستهزئ إشكال والله يحلف باللات بالعزة يقول أنا مازح المزح والعمد شيء واحد هنا في الردة نستطيع الله عافية والسلام إذن هذا الموضوع يا أخواننا موضوع خطير الآيات والأحاديث لا تقربها إلا وأنت خائف إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت أي خافت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمان أما تسخر تستهزئ تمزح لا كثير كثير في هذه الأيام والله كثير تأتيك رسائل طامات مزاح يمزح على كتب الأئمة على فلان من الأئمة على كذا على آيات وأحاديث فتوى اللجنة الدائمة أن هذا الأمر إذا كان أمر واضح يعني سب الرب سب الدين سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر أكبر وإذا كان مسألة محتملة يعني قال حديث وضحك الناس ننبهه تاب تركناه يقول عاند وأصر هذا يكفر والعاذ بالله صلى الله عليه وسلم إخواننا الشيطان هنا في الحديث أن هذا الرجل جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ثم قال ما رأينا مثل قرائنا من القراء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضو الله عليه وبعض الناس قال يا أخي نتسلى تتسلى في الكتاب والسنة بالصحابة رضو الله عليهم يخواننا الذي يطعن في الصحابة رضو الله عليهم فقد طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وطعن في الصحابة طعن في الله لأن الله اختارهم لسحبة نبيه عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم وطعن في دين الله لأنه نقل لنا الدين من أناس لأننا ننتظيهم وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم لأن المرء على دين خليل وطعن في الصحابة هذا واضح الذي يطعن في الصحابة رضو الله عليه فقطعنا في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وطعنا في الصحابة لا تقرب الصحابة إلا بخير تذكر محاسن القوم وتسكت ولا تتكلم بكلمة